نروح مع حضراتكم لنقطة جديدة عايزين نأكد كمان ان مجلس الادارة لم يدعو لأي اجتماعات طريقة لمناقشة اي امور فنية او ادارية تخص الفريق الاول لكرة القدم وكل ما تردد في هذا الشأن هو كلام عاري تماما من الصحة احنا خسرنا مباراة وخسرنا بطولة لكن ده مش معناه ان احنا بنتراجع بطبيعة الحال الرياضة كالعادة هي مكسب وخسارة وتاريخ النادي الاهلي كبير جدا طبعا كل الدعم للفريق والجهاز الفني وما فيش الكلام اللي البعض حاول يرواجله ان الاهلي يعني ايه في حالة من عدم الاستقرار ده الاهلي مستقر وان شاء الله هنركز فيه الدوري لان احنا لسه عندنا معتركات كتيرة الفترة الجاية ان شاء الله بس يا كريم بمناسبة الحديث عن مجلس الادارة بصراحة الحقي وقال لان لما بتلاقي حاجة كويسة لازم تتكلم عنها وتركز عليها مجلس الادارة عمل اللي عليه وزيادة بصراحة الادارة عندنا في الاهلي عملت اللي عليها وزيادة فيش حاجة تانية تتعامل دعم معناوي دعم مادي دعم سميه زي ما تسميه دعم جماهيري كل حاجة كانت بتحاول الادارة ان هي تحققها واي صعب تذللها ولكن في الاول وفي الاخر طب ايه اللي هيحصل اللي هيحصل اللي لازم على الارض او على الملعب الاقي بقى النتاج لده فناحية الفنية كان فيه مشاكل من ناحية الادارية كانت اكثر من رائعة عشان بس الواحد برضو يدي كل حد حقه فسوق توفيه بقى سميه يعني معرفش البعض بيقول لك سوق ادارة للماتش البعض بيقول لك اللعيبة ما جاتش يعني انبارح الاراء اختلفت بشكل كبير جدا كل واحد كان ليه وجهة نظر بس في النهاية احنا خسرنا هذه البطولة اللي احنا كنا الاقرب ليها يعني في الاول وفي الاخر انت كنت الاقرب ليها ولكن هرجع اقرر الجملة اللي انا بدأت بيها تاني انت ملك افريقيا الديني حد وصل 15 مرة خسر خمسة بمبارح طبعا لو هنعدها وفاس بعشرة فعلى كل حال قدر الله وما شاء فعل خلينا نختم هذه الصفحة بس في الانترو هنرجع لها طبعا في الفقرة الحوارية بس قدر الله وما شاء فعل ونأمل اللي جاي ان شاء الله بقى محليا نوئ الدوري يغير تماما هذا الاسلوب ويغير النفسية كما سواءلينا او طبعا للفريق